النهاردة الاتحاد الدولي أصدر التصنيف الدولي لمنتخبات العالم كلها أو الشهري طبعا وده يهمنا جدا لأنه ترتبنا هيتوقف الأمور كثيرة جدا أقول لكم بسرعة الأول كده الترتيب العالمي الشهري للمنتخبات الدولية مركز أول بلجيكا التاني البرازيلي التالة انجلترا الرابع فرنسا الخامس إيطاليا السادس الأرجنتين السابع البرتغال التامن أسبانيا التاسع المكسيك العاشر الدنمارك ده ماهمناش قوي نروح لأول عشر بقى منتخبات على مستوى قارة إفريقيا وده اللي تهمنا الترتيب الأول السنغال ترتيب التاني تونس ترتيب التالت الجزائر الرابع المغرب الخامس نيجيريا وبعدين السادس مصر السابع غانا التامن كودفوار التاسع الكاميرون العاشر مالي طب إحنا التصنيف ده يهمنا في إيه يهمنا في الآتي بمشيئة الرحمن بعدما نعدي دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكاس العالم بيعملوا بيهنوصل عشر فرق خمسة هيقابلوا خمسة الخمسة بتوع التصنيف الأول هيقابلوا الخمسة بتوع التصنيف التاني إحنا في التصنيف التاني ليه لأن إحنا رقم ستة يبقى ستة وسبعة وتمانية وتسعة وعشرة دول تصنيف تاني بما يعني أن إحنا هنقابل فرقة من الآتي يا هنقابل السنغال يا تونس يا الجزائر يا المغرب يا نيجيريا زهابا وعودة زهابا وعودة طبعا في حالة إيه؟ في حالة التأهل هذه المنتخبات وأنا بقول لكم من دلوقتي يسايا تأهلوا السنغال هتتأهل وتونس هتتأهل والجزائر هتتأهل والمغرب هتتأهل ونجيريا هتتأهل وأنا مغمض بقول لكم هذا الكلام إذن التصنيف مهم جدا جدا إحنا يعني فوتنا فرص كبيرة الماتشات الودية تصنيف لما بتكسب ماتش ودي أو كذا أو كذا هذا التصنيف يطلعك يعليك لكن النهاردة لما تبص لهذا التصنيف هتجد فرصتك أن أنت تقتحم الخمسة اللي فوق صعبة جدا 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 هذا هو الأمر آخر خبر عندي عايزة أقوله بدأت النهاردة الجمعية العمومية المحترمة لاتحاد الكورة تبعى الطلبات لاتحاد الكورة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهذا حق الجمعية العمومية لاتحاد الكورة لتعديل اللائحة لائحة لتعديل اللائحة الناس عايزين يعملوا انتخابات لأن اللائحة الأخيرة لم تنشر بعد كلام في اتحاد الكورة اللي هم بعتوا لدارة الشباب طلبوا أن هم يعلنوا في الصحيفة الرسمية والكلام ده كله أو في الجريدة الرسمية عشان الدنيا تمشي أنا بقول لكم من دلوقتي إصرار الجمعية العمومية هو اللي هيعجل الأمر وهو اللي هيقيم الانتخابات بحي الجمعية العمومية لابد أن يكون لاتحاد الكورة مجلس إدارة لا يصح على الإطلاق رغم كفاءة الموجودين من اللجنة الثلاثية ولكن لا يصح أن يدار اتحاد كورة بهذا الحج أن يدار بلجنة وليس بمجلس إدارة والشيء المطمئن أن القائمين حالياً على أمور اتحاد الكورة. لديهم خارطة طريق لإقامة الانتخابات غير مقبول يا جماعة أن يكون هناك امتداد آخر لللجنة الثلاثية هذا أمر لا يليق بالكورة المصرية.